اشتركوا في القناة مع الزيارة التي قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة السودان هذا الخبر يقول قمة الاشقاء في السودان البشير علاقتنا بمصر استراتيجية الرئيس السيسي مصر حريصة على تلبية طموحات شعبي وادي النيل ووكالة الانباء السودانية مصر والسودان تتفقاني على منع التدخلات الاجنبية يعني تضمن المؤتمر الصحفي الذي عقد بين الرئيسين الرئيس السيسي ورئيس البشير عددا من الرسائل حدثنا عنها يا أستاذ حسين الرسائل كانت واضحة في ثلاث اتجاهات نعم طبعاً نبدأ أهمية الزيارة أنها كانت أول زيارة أو أول رحلة خارجية للسيد الرئيس بعد الانتخابات الرئيسية للفترة الثانية نعم كان في اجتماعات مكسفة سبقت هذا اللقاء الرئيسي ولزي شاملة طبعاً وتوجد فيه وفود على أعلى مستوى من الكبار المسؤولين بالبلدين في مختلف المجالات لكن هناك هما نقصوا حاجات كثيرة جداً في الأساس كانت بتهدف إلى تعزيز كل روابط التعاون وتعزيز العلاقات بين الشعبين المصري والسوداني لكن كان هناك ثلاث رسائل مهمين جداً الرسائل الأولى التي نتكلم فيها هذه تعزيز وتدعيم الروابط والعلاقات بين البلدين وهو من اللي تفعلها أنه هو إزالة جميع العوائق التي تعوق حرقة الانتقال ما بين الأفراد والسلع والبضائع ما بين البلدين البحث أنها تكون في أكثر حالة ميسرة جداً وبدون أي عوائق أو مشاكل وإزالة كل ما يعوج ذلك ده حاجة في كل المجالات بقى كمان حيتم تعاون المصريك في مجالات الإعلام مع مجالات الصحة ومجالات الثقافية الزراعة والري وفي سبيل ذلك أنه هو اتفقوا على أن هناك خطة العمل المشترك في كل المجالات حيتكون في لجنة تعد لعملية التنصيق المشترك في التعاون برئاسة وزيرية خارجية البلدين وحتضم عدد من الوزراء في معظم المجالات المختلفة يمكن أيضاً يفندم هناك لجنة التعاون المشترك يعني يترأسها الرئيسين في أكتوبر المقبل ما هو حضرتك اللجانة التي ستتحدث عنها أو اللقاءات التي تتحدث عنها هي التي تعد لهذا اللقاء الرئيسي في أكتوبر القادم نعم سيكون في الخرطوم أيضاً في أكتوبر في أكتوبر في دولة السودان في العاصمة في الخرطوم نعم لكن لابد أن يكون هناك إعداد مكسف لابد أن يكون هناك في مشروعات التفاهمات لابد أن يكون اللقاء الرئيسي القادم ليس لمجرد الاتفاق إنما اتفاق ومراجعة ما تم تنفيذه بالفعل على الأرض الواقع مما اتفق عليه بالخميس أمس ففي اللجنة التي ستكون برئاسة وزيرة الخارجية في البلدين وحتضم عدد كبير من الوزراء في مختلف المجالات ستجتمع يوم 7 أغسطس إن شاء الله دي على مستوى وكلاء الوزراء بعدها بـ 12 يوم 28 غسطس سيكون في اجتماع على مستوى الوزراء على الطبيعة سيشوفوا كل الخطوط العريضة اللجنة المصغرة الأول التي تفت عليها وبعدين يبتدوا يحطوا الاتفاقات التي تصلوا إلىها على الأرض الواقع بحيث أن عندما يصل اللقاء الكمة الرئيسي في أكتوبر يكون هناك بالفعل قد تم تنفيذ جزء كبير جدا من الاتفاقات ودراسة باقية هناك مشروعات الاتفاقات والتعاون كثيرة دي اللي ستكون على مائدة المفاوضات في اللقاء الرئيسي إن شاء الله إن شاء الله هناك بعض الحاجات التي تفع عليها زي تدعيم الكلام ده على أرض الواقع على مجال التعاون هناك تحدثوا عن الطرق فيه ثلاث طرق بين مصر والسودان بطربطة تفع على إن حيدرسوا ربط خطوط سكة حديد السودان مع سكة حديد المصرية نعم في رسلتين تانين اللي هي قامت يعني تضمنهم اللقاء الرئيسي أمس اللي هو الاهتمام بتدعيم الاستقرار والأمن في المنطقة وذلك من خلال توجيه التحية والتأييد لشعبي الجنوب السودان وأيضا دولتين السيوبيا وأريتريا على اتفاق المصالحة بينهم وتبادل الصفراء وده بيدعم عملية دعم الاستقرار في المنطقة الإقليمية بتاعتها صحيح خلينا ننتقل لي الخبر التالي والتالي مشاهدين يتعامل مع الشأن السوري ويقول المخابرات المصرية نجحت في إقناع الفصائل بوقف إطلاق النار القاهرة توقف نزيف الدم السورية ومحللون سوريون الجيش الحر يعمل لمصلحة تلكية لا سورية يعني إذن جاء توقيع وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وعدد من فصائل المعارضة السورية المسلحة برعاية المخابرات العامة المصرية التفاصيل يا فند هذا الموضوع له أهمية قصوى أهمية ليس المفهوم بتحقاصر على مجرد توقيع التفاقية المصرحة بين الفصائل المعارضة السورية والنظام السوري إنما هو له دلالات أكبر من يعني هو مهم جدا ولكن دلالاته كثيرة جدا وهي استعادة الدور المصري الذي أفتقدناه سنوات ومراحل الماضية استعادة الدور المصري المؤثر في المنطقة في دول المنطقة ولا بيؤكد أيضا إن مصر لديها مصدقية قوية جدا لدى الشعور المنطقة يعني في سوريا خلال الفترة الماضية كثير جدا من المنفوضات وتم توقيع الاتفاقيات ولكنها لم تنجح ولكن لأن مصر لديها منزلة كبيرة في قلوب الشقاء السوريين على مختلف الفصائل فكان ده مبرر النجاح لأنهم تقبلوا الدور المصري تقبلوا التفاهمات التي موجودة ده الاتفاق اللي تم بالأمس ما بين كل الفصائل المتناحرة والالوقاعة أهم المودة هذا الاتفاقي يا أستاذ حسين هو الاتفاق هو بيتضمن منطقتين ساخنتين في الأسراع السوري والمعارضة منطقة الساحل السوري ومنطقة شمال حمص دي كان من أكثر البقر الساخنة ما بين المعارضة وبين النظام السوري الأهم الاتفاق اللي هو عودة السلام نازع الاتفاق ونازع السلع أنه هيكون هناك إفراج عن المعتقلين الموجودين في السجون عودة اللاجئين الذين اضطروا للفرار من مناطق السراع إلى مناطق الشمالية هربا بأرواحهم هيعودوا تاني إلى هذه المناطق يمكن يا فندم يعني حسب المحللين هذا الاتفاق جاء في توقيت مهم للغاية فيعني ما تأثير هذا الاتفاق على العملية السياسية في سوريا العملية السياسية؟ في سوريا هذا الاتفاق سيؤكد أن الأهمية أنه كان هناك كذا خيار لإنهاء الصراع الموجود في سوريا اللي استمر سبع سنوات كان نزيف للدم تخريب وتدمير أماكن كثيرة جدا في سوريا هذا الاتفاق كان هناك عدة خيارات هل هيكون حل عسكري ولا اتفاقات دولية ولا تفاهم سلمي نجحت الخطة المصرية هي اللي أثبتت وجودها ونجحت بالاتفاق وتقريب وجهة النظر ما بين الفصائل السورية واللي هي اكتموا فكرة واتفقوا بالفعل وده سيكون بادرة كويسة جدا لتوقيع مزيد من التفاقيات وإنهاء الصراع الموجود على الأرض السورية صحيح خلينا ننتقل للتالي والتالي مشاهدين عن علاوة القطاع الخاصة الخبر يقول ينتظرها 17 مليون عامل علاوة القطاع الخاص أزمة كل عام يعني هي مشكلة بتتكرر بالفعل كل عام حوالي 17 مليون عامل ممن ينتمون للقطاع الخاص يعني هما محرومون من علاوة العشرة في المية اللي بيتم يعني صرفها في شهر يوليو أسوى بالعاملين في القطاع العامل هو المفترض أن هذا حق أصيل لهذه الفئة وهذا العدد من العمال لأنه عددهم أكبر عدد 17 مليون في مختلف المنشآت والشركات والهيئات القطاع الخاص كل سنة بتبقى صدع في وزارة القوى العاملة تلتقي بمثلي القطاع الخاص رجال الأعمال دائماً لقدتوا الفرق رجال الأعمال دائماً يحاولون الفرار أو الإفلات من الالتزام بيت صرف هذا العلاوة حتى لا يكون فرض عليهم وأمر قائم كل سنة لابد من صرفه وهو العمال بيطلبوا به ويمثليهم بيأكدوا على أحاقتهم في ذلك لأن فيه هناك حالة من الغلاء مستمرة ليست الأخيرة ولكن بصفة عامة الحياة اليومية بترتفع فلابد أن تنصروا في لهم هذه العلاوة لتواجه هذا الغلاء الموجود لكن المشكلة أن رجال الأعمال حتى في المبادرات التي تمت جامعة ما بين المسؤولين وما بين هؤلاء رجال الأعمال البعض قليل منه الذي يلتزم حتى البعض تحت ضغوط العاشم ومبادرات الطيبة لم يلتزم أكثر من 27% اللي استفادوا من العمال بهذه فده احنا بنطالب دلوقتي أو كل العمال الموصلين يطالبوا بوضع حل أن يكون مستقر موصق اتفاقيات موصقة من الحكومة برجع رجال الأعمال لضمان حق العمال في صرف هذه العلاوة زيهم زي بقية العمال وموظفة الدولة نعم مشاهدين التالي هو تحقيق تحقيق تحدث عن انتشار الفوضى والإشغالات في الشارع المصري في كافة المحافظات هذا التحقيق عنوان فوضى الشوارع الفوضى في المحافظات نظام حياة والمحليات غائبة الغربي الأسواق العشوائية صداع مزمن وبني سويف مقالب القمامة في المناطق الأثرية والإسكندرية بعيدا عن الكورنيش الصورة وحشة يعني حسب التحقيق بالفعل الفوضى والإشغالات أصبحت نظام حياة في معظم المحافظات ده ملف تفتحه أخبار اليوم هذا الملف يعبر عن صورة احنا المواطن المواطن بيعيشها وكلنا عايشينها يوميا في تنقلاتنا في حياتنا اليومية بنشوفها بالظبط هذه الفوضى اللي يعني بتعاكن حياتنا كلنا بتعطن مصالحنا بتؤذينا في كل شيء زي ما احنا شايفين التوكتوك وسلوكياته سلوكيات ركابه عن مواقف عشوائية مكروبسات ده العمليات الانتظار غير منظمة للسيارات صف تاني وتالت دون يعني الاهتمام أو دون احترام أي قواعد للمرور وكل ده يعني بتسبب في عطلة حركة المرور والتضييق على الناس احنا الملف ده موجود في كل مكان أكوام الزبالة كمامة اللي بتملأ الشوارع والميادين طبعا الصورة الواضحة وأهميتها أن ما فيش قانون القانون موجود ولكن لا يتم تنفيذ القانون يمكن يعني فند بالفعل التحقيق بيستعرض أماكن مختلفة في محافظات مختلفة بينتشر فيها وتفشى فيها يعني هذا وجود عدم النظام والإشغالات لكن كيف يتم القضاء على هذه المشكلة يا أستاذ من البداية احنا بنفتح هذا الملف دلوقتي في التوقيت ده له مناسبة وهي يعني تشكيل إعلان تشكيل جديد المحافظين على وشك خلال أيام بإذن الله في محافظين جدد احنا بيفتح الملف بنضع الصورة كاملة قدامهم بحيث أنه يتعرف على ملامح هذه المشكلات لأن حل هذه المشكلات ده يمثل تحدي لأي محافظة لأنه قدرته على استيعاب المشاكل ووضع أليات الحل أليات الحل هي موجودة معروفة كويسة جدا جدا هو تواجد المسؤولين وسيطرتهم على المقرؤسين بتاعهم وتوجيهم بحيث أن يكون لهم تواجد بيداني ينفذ القانون أما الصورة الحالية هي التقاعص التقصير عدم المحاسبة وعدم تقدير المسؤولية هي وراء هذه الصورة السلبية الموجودة في الشرع المصري الصورة يمكن علاجها بالصورة جدا لو حصل أن فيه تواجد وفيه حرص على المحاسبة فهذا احنا بنضع هذه الصورة قبل لما يحصل تشكيل الجديد المحافظين بحيث إن شاء الله يتلفوها ويعملوا على حلها في الفترة القادمة نعم مشاهدين التالي يتحدث عن إنجاز جديد للشرطة المصرية وبالتحديد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات هذا التحقيق يقول ضبط أول مصنع لإعادة تصنيع الهروين كمين الفجر على طريق الإسماعيلية يوقف إعدام مصري بالسعودية وصاحب المصنع وراء طورية المهندس البريء بشحن مخدرات مهربة يمكن يا فندم يعني الإنجاز لا يقتصر على ضبط هذا المصنع مصنع إعادة تصنيع الهروين ولكن حياة الإنجاز الحقيقي واليمكن اللي حاسس بي رجال الشرطة نفسهم وهو إنقاذ هذا المصري اللي بالفعل تم إصدار حكم بالإعدام ضده في السعودية وتم إثبات براته عن طريق يعني رئيس هذه العصابة اللي قدم اعترافاته بر هذا المصري اسمحي لي أن أنا أتوسع شوية في تفاصيل هذا الخبر وأن أنا أقول بعض الأشياء الغير المعلومة حتى الآن يعني من خلال تواصوله المباشر مع رجال المكافحة لكاتب هذا التحقيق نعم أنا لأجريت هذا التحقيق وأن أنا في التواصل بقالة أكتر من يومين ومعايشة مع رجال المكافحة المخدرات وهم يقوموا بتتبع المصنع وضبطه ومدهمته أهمية العملية أن حتى وزير الداخلاء بنفسه اللي وقم حمود طوفيه كان بيتواصل ويتابع عملية المدهمة والضبط مباشرة لأن هناك كان فيه عامل إنساني جدا في عملية الضبط عملية الضبط المصنع وضبط أفراد العصابة ورئيسهم الذي كانت تبحث عنه الشرطة منذ فترة بعد أن ورد اسمه باعتباره مسؤولا عن توريط أحد المهندسين المصررين وهي امتلك شركة مقاولات في المملكة العربية السعودية وتسبب دون علمه في تهريب حوالي 6 مليون أرس كبداجون المخدر هذا المهندس تم القبض عليه باعتبار أنه كان صاحب المكينة التي تم إخفاء الأقراص المخدرة فيها وصدر بالفعل حكم الإعدام عليه وكان من المنتظر تنفيذ الإعدام فيه في أقرب وقت جدا الشرطة المصرية عملت تحريات تأكدت أن هناك إنسان مجرم هو استغل سلامة نية المهندس زي تماما ما حصل مع الحج السعودية التي تبعنا قضيتها خلال آئمة الماضية المهندس المصري هو اسمه أحمد أبو القاسم ولكن هناك البعض تابع أعمالية صدور حكم الإعدام وأن أسرته كانت بتنشر الجماعة التدخل وإنقاذ حياته ونزلت بالفعل السيد الرئيس وكان هناك استجابة للطلب بتاعها بناء عليه إدارة مكافحة المخدرات قدمت مذكرة تحريات النيابة العامة في مدينة نص أثبتت أن هناك سلامة نية من المهندس الذي صدر حكم الإعدام ضده وأن هناك شخص يضع قدري هو المسؤول عن طوريته لأنه أرسل إليه الشحنة دون علمه ومخبأة في أماكن السرية في مكينة أسفلت وإثناء البحث عن هذا الرجل لتنفيذ أمر الضبط وإحضاره كان هناك نوع من الهوريين المخشوش كانت بدأ ينتشر فترة الماضية بكسافة وكان رجال مكافحة المخدرات بيبزلوا جودهم للتوصل إلى مصدر هذا الهوريين المخشوش الذي يمثل خطورة جديدة جدا جدا على متعطيه لأنه مخطوط جزي ما قالت نتائج تحليل العينات المزموطة أنه يحتوي على مواد تخليقية كيميائية بتدمر الكيلة والكبد تماما للإنسان المتعطي فأخيرا توصلوا إلى مصدر هذا الهوريين وهو مصنع سري موجود في منطقة جمعية أحمد عربي اللي هي على طريق الإسماعيلية توصلوا إلى المصنع خضع المصنع والمتعاملين معاه إلى رقابة شديدة جدا كانت المفاجأة أن صاحب زعيم العصابة اللي بتدير هذا المصنع هو نفس الشخص الذي أدري الذي صدر الأمر بضبطه احضره وبيبحث عنه في كل مكان تم عرض المعلومات على وزير الداخلية اللي كانت تعليماته مدهمة المصنع بالفعل من قوات ضخمة وكانت تعليماته محافظة على حياة زعيم العصابة اللي كان متوقع أن تدور معركة والدفاع عن نفسهم ربما يتم قاتل فكانت طالب وزير الداخلية أن تكون هناك حرسة سيدة للمحافظة على حياة هذا الرجل لأنه هو دليل برائط الرجل الذي سيعدى بخلال أيام في السعودية تم الأبد عليه فجر أمس بالفعل هو بقيت أفراد عصابته ضبط المصنع والماكينات اللي بتستخدم في إعادة تدوير وتصنع الورين الخام الورين الخام بيجي من الخارج خام وبيعود إضافة له موادزة الحشيش والأفيون والكافين والبرستامول كل هذه الخلطة مع بعضها بتؤدي المشاكل تم زبط حوالي 10 كيلو هورين من الجديد و22 كيلو برستامول وحشيش فور الزبط الرجل الرزعم العصابة المسؤول عن طورية المهندس المصري تم عدد مذكرة باعترافاته كاملة اللي هو اعترف فيها بأنه هو اللي أرسل المكينة الأسفل الضخمة إلى السعودية وأنه هو اللي أخبأ فيها الأقراص المخدرة وبالفعل تم يعني إنقاذ المهندس المصري المتورد في أسر خلال وحنا عاديين بالوقات خلال هذه الدقائق ربما تكون هناك برقيات وكانت وصلت من وزائة الخارجية المصرية ووزارة الداخلية إلى السلطات السعودية لأنها ستطالبهم بوقف تنفيذ حكم الأدام لأن ملف البراءة وأدلة البراءة في الطريق إلى السعودية خلال الساعة صحيح خلينا ننتقل للتالي مشاهدينه هو تحقيق آخر تحقيق عن ظاهرة الزواج بالطلاقة هذا التحقيق عنوانه إفشاء الأسرار والفيسبوك أهم الأسباب كل ثلاث دقائق خمس حالات زواج وواحدة طلاقة يعني كل ثلاث دقائق خمس حالات زواج وواحدة طلاقة على الرغم من انخفاض معدل الزواج وارتفاع معدل الطلاقة هذا التقرير اللي عده جهاز مركز التعباية والإحصاء ذكر فيه عدد حالة الطلاق وحالة الزواج وأثبت فيه أن عدد الزواج بيقل وبينما حالات الطلاق بتزيد حالات الزواج قلت بنسبة ثلاثة وثلاثة من عشر يعني بحوالي ستة وعشر ألف حالة زواج سنة 2017 في حالات الطلاق زادت بنحو ستة ألاف حالة جديدة إضافية يعني بحوالي ثلاثة واثنين من عشر في المية من زيادة في عدد حالة الطلاق نعم نكري فأنتم حسب التحقيق هناك سببان رئيسيان في هذا يعني في انتشار الطلاق الفيسبوك وإفشاء الأسراء طبعا هناك دراسة يعني دقيقة جدا خضع عليها نمازج جديدة وشرائح من تعرضه للطلاق كانت أهمها إن معظمها التحدث في أمور الأسرة والحياة الزوجية مع آخرين تدخل هؤلاء الآخرين في حياة الزوجية العلاقات الغير مرهوبة أو العلاقات المتحررة اللي تمت ما بين الشخصين قبل الزواج عدم الإحساس بالمسئولية اتنين بيتعرفوا على بعض يعتبروا أنه هو دي لما طالما تعرفوا بعض يجاوزوا دون دراسة كل واحد الآخر وإمكانية أنه هو يعني مقبول لي ولا أو متناسب مع علاقة طوفق اجتماعي أو تعليمي أو أو كل ده كان مفقود تماما تم الزواج أنكشفت الأمور وكانت الصدمة فلم يكن هناك حل سوء الطلاق وزادت طبعا العملية دي صحيح الأستاذ حسين عبد القادر مدير تحرير جريدة أخبار اليوم كنت معنا في هذه الجولة الصحفية السريعة شكرا لك أهلا وصيحنا بحرك شرفني مشاهدينا انتهت حلقة اليوم من صحافة الغد غدا بإذن الله حلقة جديدة فريق عمل جديد فإلى اللقاء اشتركوا في القناة